تعد سوق المزارعين الدائمة بهورة عالي منفذا رئيسا للمزارع البحريني حيث تفتح المجال أمامه لعرض منتجاته على المستهلك نعم فهذه السوق تعد منصة نوعية تتولى عملية تسجيع وترويج المنتجات المحلية للمزارعين البحرينيين فضلا عن دورها المهم في تسجيع المزارع على مضعافة إنتاجه للوفاء بمتطلبات المستهلكين محاصيل زراعية محلية ذات قيمة غذائية عالية تكاد تكون متوافرة على مدار العام يقدمها سوق المزارعين الدائم بهورة عالي فهذه السوق يطرح فيها المزارع البحريني محاصيله الزراعية من خضار وفاكهة محلية وطازجة تقطف من المزرعة ويتم عرضها بشكل مباشر في السوق سوق المزارعين طبعا موجودة صار لحن تقريبا ست سنوات وفيها المحاصيل الزراعية متوافرة كل المحاصيل يعني موجودة وفيها بعض الأنواع من الفواكه ومنها لهو الصبار المصبار موسمي ومرغوب عند المواطن البحريني ونحن نوفرها بكثرة يعني بشكل يومي موجود عندنا في السوق بأنواعها في أحجام كبيرة أحجام صغيرة حسب الحجم الأسعار موجودة السوق خلي عندنا حافز لاستمرارية البضاعة لأكبر فترة من السنة ومن المواسم هذه يعني هذا اللي حفز المزارع أن تكون البضاعة متوفرة تبعنا الأساليب المتطورة في الزراعة والتقنيات الحديثة يعني إضافة إلى يعني صح أن هناك تكاليف عالية على المزارع على أساسي وفر البضاعة تقريبا على مدار السنة على حسب المواسم يعني منذ انطلاقة السوق وحتى اليوم يقوم المزارع البحريني بتطوير أعماله بشكل مستمر بل والعمل على تسخير كافة الإمكانيات لتحقيق أمن غذائي نسبي يقدم للمستهلك ليستمتع بخيرات أرض البحرين الحمد لله رب العالمين سوق المزارعين أثبت جدارته باستقطاب الزوار يعطينا الأفكار أن نتطور زيارة المبيعات يعني إحنا قاعدين نرتفع خصوصا من شهر رجب إلى ما بعد شهر رمضان المبيعات ترتفع عندنا بسبب زيارة سوق المزارعين وأهاليهم ست أيام في الأسبوع يحصد فيها المزارع منتجاته يوميا في سوق المزارعين والذي استطاع على مدار السنوات الماضية أن يربط المزارع بالجمهور ويكون منصة رئيسية ومنفذ بيع حيوي ومهم للمزارع البحريني فكافة المنتجات والمحاصيل الزراعية التي يقدمها المشاركون في السوق لها ارتباط كبير بمزارع البحرين وإنتاجها المتميز هذه السوق الدائمة تعد منفذ مهما وحيويا للترويج للمنتج الزراعي البحريني ونقطة تواصل بينه وبين المستهلك مع عزز لدى المزارع الرقبة بمضاعفة الإنتاج لإرضاء متطلبات محبي المنتج المحلي خولة لغرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر